بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل مع بعض عزيزي الطلاب حول موضوع نظريات التعلم كنا تحدثنا عن النظرية الكلاسيكية لإيفان بافلو تعالوا نكمل حول هذه النظرية حول المفاهيم الأساسية بهذه النظرية لنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي يعني ايه اشتراض كلاسيكي؟ اشتراض الكلاسيكي ده مفهوم بيشير إلى التعلم اللي بيحدث نتيجة اكتساب المثير اللي هو غير الطبيعي اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو صوت الجرس للاستجابة الطبيعية على الرغم من عدم وجود المثير الطبيعي اللي هو الطعام ايه المثير الطبيعي؟ هو المثير اللي بيستدعي الاستجابة الطبيعي الطعام حينما كان يراه الكلب الجائع كان يؤدي إلى الاستجابة الطبيعية اللي هي إسالة اللعاب اذن الطعام في هذه الحالة يسمى مثير طبيعي اول مثير الشرطي هو مثير ليس طبيعيا إنما هو مثير محايد هذا المثير يؤدي إلى ظهور الاستجابة بس بشرط أن يكترن هذا المثير عدة مرات كما أشرنا إلى اكترانه بالمثير الطبيعي يعني لازم صوت الجرس يكترن مرة واثنين وثلاثة بالطعام اللي هو المثير الطبيعي حتى يستطيع صوت الجرس اللي هو المثير الشرطي أن يستدعي الاستجابة لإسالة الوعي طبعا الاستجابة الطبيعية هي الاستجابة التي تحدث نتيجة ظهور المثير الطبيعي اللي هو الطعام إيه الاستجابة الطبيعية للكلب؟ إسالة اللعاب إذن الاستجابة الطبيعية هي إسالة اللعاب حال وجود المثير الطبيعي اللي هو الطعام تبهي الاستجابة الشرطية؟ الاستجابة اللي بتحدث نتيجة المثير الشرطي يعني في الأمور الطبيعية حينما يكون هناك صوت للجرس لا يحدث إسالة للعاب الكلب لكن حينما حدث اكتران أصبح صوت الجرس مثيرا شرطيا بحيث إذا ظهر بدأ الكلب يسيل اللعاب إذن إسالة اللعاب نتيجة المثير الشرطي تسمى استجابة شرطية لكن إسالة اللعاب لنتيجة المثير الطبيعي تسمى استجابة طبيعية تعالوا نشوف التطبيقات التربوية لهذه النظرية من أهم التطبيقات التربوية اللي هو علاج الاضطرابات السلوكية نحن نستخدم مثيرات صارة وجذابة نحفز أبنائنا بنعاون عدى العادات عنده مثلا بعض أبنائنا قد يكون لديه بعض الصفات السيئة زي الكذب زي التدخين زي الإدمان ممكن نستخدم معاه المثيرات الموجبة أو الإيجابية بالنسبة له أيضا يستطيع المعلم أنه يساعد الطلاب في التغلب على مخاوف الامتحانات ويمكن استخدام أيضا في إدعاء بعض الأشخاص الصم أنهما يعني ما يسمعونش صوت الجرس وبالتالي يستطيع أنه يستخدم معهم المثير غير الشرطي اللي هو من خلال الصدمات الكهربية وده اللي نفضله في حدوث التعلم أيضا التعلم الشرطي بالنسبة للطفل مهم جدا أنه يتعلم نطق الكلمات بابا ماما لابد أنه يتعلم هذه الأشياء من خلال نظرية التعلم الشرطي اللي هو أن النطق يرتبط بسماع الكلمة أنه هو يشوف الأب أو الأم وبعدين أقول له بابا ماما يبقى في هذه الحالة النطق يرتبط بسماع الكلمة هو أعمال يسمع الكلمة وهذا السماع يرتبط بصورة أمامه فمنسميه هذا المثير والاستجاب التطبيق الأخير لنا في تعلم الكراءة للمعلم حينما يعرضها للطلاب على صبورة أو استخدام الوسائل التعليمية المختلفة ممكن أنه يعرض الصورة وبجانبها الكلمة فيحصل ارتباط ما بين الصورة والكلمة يعرض كلمة تفاحة جنب منها صورة التفاح يعرض مثلا كلمة مثلا قارة ويعرض جنبها صور لأحدى الكارات يعرض مثلا صورة خريطة المملكة ويعرض الاسم المملكة خريطة المملكة العربية السعودية في هذه الحالة فيحدث اكتران ما بين الصورة وما بين الكلمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته